يندم إلينا مرسل غد بها العوام إذن بها ضغوطات جديدة تمارس على تيريزا مي غير ضغوطات البرلمان طيب هذه المظاهرة تمت دعوة الجميع لهذه المظاهرة من صوت بنعم أو لا في هذا الاستفتاء ما أهداف هذه المظاهرة أيضا؟ نعم هذه التظاهرة التي بدأت بالتجمعنا أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية يمكن تصنيفها كاتجاه جديد لدى الشارع البريطاني بالضغط على الحكومة شعبيا من أجل الاستقالة وفتح الباب أمام انتخابات عامة مبكرة لنقل الخروج من المأزق التي وصلت إليه بلاد من خلال استعصاء مرور اتفاقية الخروج التي توصلت إليها تيريزا مي مع الاتحاد الأوروبي وصعوبة قبول البرلمان بها وبالتالي مواجهة البلاد لأزمة الخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي أو بطبيعة الحال بشكل أو بآخر ضرورة تمديد فترة المفاوضات مع بروكسل للخروج من هذا المأزق هنا التجمع بدأ في هذا الوقت هناك مجموعة كبيرة من الذين لبوا دعوات التظاهر للمطالبة بالانتخابات المبكرة ومن المقرر أن تستمر هذه التظاهرة لمدة ساعات تتحرك من هنا من أمام مقر الهيئة إذاعة البريطانية باتجاه مقر الحكومة ومن ثم البرلمان البريطاني لتعبير عن موقف متزايد لدى شارع البريطاني وهو يواجه الدعوات التي تطالب باستفتاء جديد على الخروج هذه التظاهرة تقول أنها لا تريد صفتاء جديد على الخروج وإنما تريد تنفيذ رغبة البريطانيين في عام 2016 والذين صوتوا بالخروج من الاتعاد الأوروبي ولكن ليس بالطريقة التي تحاول تيريزا ميت تنفيذها ومن خلال الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي سنتابع معك في نشرتنا اللحقة شكرا جزيلا لك من لندن مرأسل غد بهاء العوام